أثبتت مصر قدرتها على استضافة وتنظيم الأحداث والمحافل الرياضية الدولية تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح يسيسي بالاهتمام بالرياضة تم تطوير البنية التحتية وإنشاء ملاعب تطويرها وفق أعلى المواصفات والتقنيات الذكية العالمية في الجمهورية الجديدة أثبتت مصر قدرتها على استضافة وتنظيم الأحداث والمحافل الرياضية الدولية على أرضها لتتصدر المشهد العالمي في تنظيم البطولات القارية والدولية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر نجحت في استضافة وتنظيم أكثر من 291 بطولة عالمية وقارية وعربية خلال الأعوام القليلة الماضية وهو ما أهلها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد حالياً والمؤهلة لأولمبياد باريس التي ستتواصل حتى السابع عشر من الشهر الجاري وكذلك استضافة بطولة العالم للجنباز من منتصف الشهر المقبل ولمدة سلاسة أيام كما فازت مصر بحق استضافة وتنظيم بطولة العالم للكرة 2025 وسبق أن استضافت مصر للمرة الخامسة في تاريخها كأس الأمم الأفريقية وآخرها كان عام 2019 لتؤكد بذلك قدرتها على استضافة البطولات القارية والعالمية ولأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية شهدت مصر فعاليات أكبر معرض رياضي عالمي يقام على أرض مصر سبورتس إكسبو عشرين تلاتة وعشرين الذي شاركت فيه مختلف الاتحادات الرياضية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات وممثل الصناعات والمسلزمات الرياضية وباتت الدخول الرياضية تمثل بإسهاماتها المتنوعة رقماً معتبراً وملموساً على مستوى دعم الاقتصاد الوطني ولتسهم في شتى مناحي التنمية المستدامة في الدولة وفقاً لرؤية مصر عشرين تلاتين وتنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية تم تطوير وإنشاء أكثر من أربعة ألاف وخمسين ملعباً خماسياً وقانونياً بمراكز الشباب والأندية الرياضية كما تم تطوير وإنشاء إسنتي عشرة مدينة شبابية ورياضية وإنشاء مائتين وسلاسة وخمسين مركز شباب جديد بالإضافة إلى تطوير وإنشاء أربعة أستاذ رياضي في مختلف المحافظات فضلاً عن سبع عشرة صالة مغطاة تم إنشاؤها وفق أعلى المواصفات والتقنيات الذكية العالمية كما تم إنشاؤه تطوير أربعة عشر نادي رياضي وأربعة أندية المتحد الإعاقة وسلاسين مركزاً للابتكار والتعلم علاوة على منتديات ومعسكرات كشفية ووحدات للطب الرياضي وتعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تقام على مساحة حوالي 92 فداناً والتي ستصبح عاصمة للرياضة في أفريقيا نتاج رؤية القيادة السياسية لوضع رياضة في مصر والتي ستصبح عاصمة للرياضة في أفريقيا نتاج رؤية القيادة السياسية لوضع الرياضة المصرية على خريطة الرياضة العالمية وأن تكون مصر قبلة للرياضيين